موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم من جديد و حلقة جديدة من برنامج فضاءات ضي في هذه الحلقة الباحث الأكاديمي العربي من الأردن الدكتور علاء الدين زكي رئيس قسم اللغة العربية و آدابها في كلية الآداب جامعة الزيتون الأردنية موضوع حلقتنا لهذا اليوم الحلاقة الجدلية بين الأدب والحضارة قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة دعونا نتابع هذه الأخبار الثقافية أهلا بكم موسيقى أعلنت الهيئة الملكية الأردنية للأفلام عن إطلاق الدورة الثالثة لصندوق الأردن لدعم الأفلام وسيقدم الصندوق منحا مالية لدعم المشاريع السينمائية الروائية و الوثائقية الطويلة في مراحل التطوير والإنتاج وما بعد الإنتاج إضافة إلى تمويل إنتاج الأفلام القصيرة و التحريكية يبدأ غدا السبت في ولاية بن عروس التونسية المهرجان المتوسطي التاسع لمسرح الطفل المهرجان يحمل شعار مسرح التنشيط و فنون الشارع وتشارك فيه عروض من المغرب والجزائر و مصر و فرنسا و إيطاليا و تركيا و إسبانيا فيما تحل الأردن ضيف شرف هذا العام بدأت اليوم الجمعة فعاليات الدورة السابعة من المهرجان الأقصر لسينما الأفريقية وتشارك وفود من 33 دولة أفريقية إلى جانب 12 دولة من خارج القارة بعرض 110 أفلام موزعة على خمس مسابقات فيما يحتفى بالسينما الرواندية كضيفة شرف للمهرجان هذا العام نبقى في الأقصر حيث يستمر حتى الأحد ختام فعاليات اختيار المدينة عاصمة الثقافة العربية حيث تواصل فرق فنية شعبية تقديم عروضها بالإضافة إلى معرض تشكيلي يضم أعمالا من 12 دولة عربية كما تشهد مراسم الختام تسليم شعلة عاصمة الثقافة العربية إلى مدينة وجدة المغربية تختتم بعد غد الأحد الثامن عشر من شهر آذار الجاري أعمال معرض إسطنبول الدولي الخامس للكتاب وقد حضرت الثقافة العربية في المعرض عبر مئة دار نشر من 15 دولة عربية كما شهد الجناح العربي 70 فعالية متنوعة من الندوات والمحاضرات والأمسيات الأدبية والشعرية والفنية المختلفة بينما تستمر في السعودية فعالية الدورة الثانية عشر من معرض الرياض الدولي للكتاب معرض هذا العام يحمل شعار الكتاب مستقبل التحول مستضيفا أكثر من 500 دار نشر ومؤسسة عربية وأجنبية وبرنامجا يضم 50 ورشة عمل ولقاء تدريبيا للمؤلفين الجدد فجأ زور الموقع الثقافي الرائد جهة الشعر برسالة تعلن عن توقفه لأسباب تتعلق بعدم توفر الدعم المادي وأتوجه الشكر لكل من دعم الموقع طيلة العشرين عاما الماضية والاعتذار لأصدقائه والنشرين فيه الذين أثروه بمشاركاتهم منذ انطلاقته عام 1996 أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الباحث الأكاديمي العربي الدكتور علاء الدين زكي رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب جامعة الزيتون الأردنية موضوع حلقتنا لهذا اليوم العلاقة الجدلية بين الأدب والحضارة مرحبا بك دكتور علاء أهلا وسهلا ضيفا على فضاءات أهلا وسهلا حياك الله طبعا موضوع الكتاب هذا العنوان خذناه من عنوان الكتاب الذي أصدرته وحضرتك وهو العلاقة الجدلية بين الأدب والحضارة أو العلاقة بين الأدب والحضارة القرن الرابع الهجري الرسائل الفنية في هذا العصر أو القرن الرابع الهجري وهو يعني القرن أو العصر العباسي اختيار أو التركيز على الرسائل لماذا؟ ولماذا اختيار هذا القرن للدراسة أو الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم في البداية الشكر الجزيل لفضائية الرافدين على هذه الاستضافة الكريمة ثانيا الشكر الجزيل لك أستاذ محمد وأحب أن أبدأ بشيء من الذكريات وسبب اختيار هذا الموضوع الحقيقة هذا الموضوع وأطروحتي بالدكتورة لكن أرجع بالتاريخ إلى وقت ما كنت طالب بالسنة الثانية في الجامعة في إحدى المحاضرات في كلية الأداب في الجامعة الأردنية مع أستاذنا الجليل الأستاذ الدكتور عبد الجليل حفظه الله كنا بالمحاضرة وكنت لأول مرة لأول مرة أستمع إلى عنوان كتاب الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري لآدم متز ترجمة الأستاذ محمد أبو ريدا الحقيقة سمعت هذا العنوان طربت سعت طبعا في ذاك الوقت لم أكن قد قررت دراسة الأدب العباسي يعني أنا كنت كأي طالب تدرس النحو تحب أن تختص بالنحو تدرس أندلوسي تحب هكذا كل ما تدرس يعني مادة وتحب مدرسها فتميل إلى هذا الاختصاص الحقيقة سبحان الله فيما بعد مرحلة الماجستير كتبت عن شاعر بغدادي يدعى محمود ابن الحسين وكان يلقب بك شاجم هذا اسم مرتجل العالمية هو اشتقه من مهاراته كشاجم الكاف من كاتب والشين من شاعر الألف من أديب الجين من جدلي أو جواد الميم من مغني أو منطقي وهكذا كان يعني إنسانا فزا حتى إن هذا الرجل طلب علم الطب في آخر حياته وسمى نفسه طا كشاجم لكن لم يشتهر بذلك على أي حال كانت هذه الدراسة في مرحلة الماجستير المفتاح كي ألج إلى عالم العصر العباسي وأدرس الأدب والحضارة معا حقيقة استهواني الموضوع أكثر فأكثر ثم سبحان الله كل الأمر بطروحة الدكتوراه بعنوان المظاهر الحضارية في الرسائل الفنية في القرن الرابع الهجري وهذا يعني الاختيار له أسبابه على أي حال لا بد أن أقدم الشكر الجزيل أيضا لأستاذي وحبيبي الدكتور ياسين عايش خليل حفظه الله هذا أستاذي الذي أشرف عليه وتشرفت به أستاذا وأبا في الماجستير وفي الدكتورة عود لي سؤالك سألتني عن الأدب والحضارة يعني اختيار هذا الموضوع رسائل الفنية يعني الرسائل الفنية في هذا العصر عصر يعني القرن الرابع الهجري وهو جزء من العصر العباسي يعني أنت اخترت كما قلت أن تسيط الضوء على الرسائل الفنية يعني سؤالي الآن هل يمكن أن نعتبر الرسائل الفنية يعني شاهدة على حضارة ذلك العصر نعم هذا السؤال يعني هو كان مدار البحث حوله يعني أنا طرحت هذا في المقدمة طرحت هذا السؤال هل تعد الرسائل الفنية في القرن الرابع الهجري هل لنا أن نعدها وثائق حضارية تعكس حضارة هذا القرن وإن شاء الله يكون الكتاب أجاب عن هذا السؤال لكن الحقيقة أنه يعني ربما كثير من الباحثين إذا درس موضوعا تحزب له وجمع كل الشواهد نحو المنح الإيجابي فقط لهذا الموضوع لا أنا درست المظاهر الحضارية الإيجابية والسلبية يعني عندما كنت أذكر مظهر حضاري ما فأقول هذا إيجابي أو هذا سلبي لكن إذا سمحت لي أني أضيف شيء أو أني أعاقب على قضية قطع العلاقة الجدلية بين الأدب والحضارة وعلاقة ممكن نسميها سباق فيما بينهما يعني ممكن لسائل أن يسأل من يكون بالبداية الأدب أم الحضارة يعني من السابق بينهما قلت علاقة جدلية يعني تارة أن يكون الأدب هو الذي قد تقدم ثم لحقته الحضارة أو العكس تارة أن يكون الحضارة جاءت بالشواهد والأدلة ثم جاء الأدب ليصف ذلك يعني أضرب أنثلة على ذلك بشكل سريع عندما بنى صاحب العباد هو من كبار الكتاب في القرن الرابع الهجري بنى دارا ثم نظمها وزوقها وهكذا نادى الشعراء كي يصفوا هذه الدار يعني هنا الحضارة سبقت الشاهد العمراني تم ثم جاء الشعراء يعني يذكر أبو نصور الثعالي في أتيمة الدهر المجلد الثالث يذكر ثلاثة عشرة قصيدة قيلت في هذه الدار نسبة للدار التي أنشأها الصاحب بن عباد هذا نموذج أن البناء العمراني أو الحضاري كان بالبداية ثم جاء الأدب ليصف هذا البناء مثال معاكس مثلا عندما تكون أو يكون الأدب هو السابق تذكر كتب التاريخ يذكر المسعودي في مروج الذهب ومعادن الجوهر أن الشاعر كشاجم وقف ذات يوم ونظم قصائد كثيرة في الطعام بمناسبة كان هذا الشاعر العباسي طاهيا ماهرا نعم هذا إبداع حقيقي وصف الطعام بأوصاف في غاية الجمال النتيجة هذا انظر الأدب في البداية الشاعر في البداية النتيجة ذهب المستكفي أو أمر المستكفي بالله بإحضار كل طعام وصفه كشاجم بالطريقة التي وصفها كشاجم انظر كيف الأمر انقلب ممكن بالعصر الحديث الآن يكون الشاهد أكبر حول ما يسمى بأدب الخيال العلمي الآن الأدب سبق كثير من الأمور مكبر الصوت غزو الفضاء الوصول للقمر كل هذا كان بالأدب ثم فيما بعد جاءت الحضارة تثبت ذلك نعم أنا بريد أن أتوقف هنا ونتحدث عن موضوع البيت في العصر الأباسي غالبا ما يكون البيت شكل البيت شكل البناء نموذجا يتوقف عنده الباحث للولوج أو الدخول أو معرفة طبيعة الحضارة الاجتماعية في مرحلة المراحل أريد أن أتحدث الآن عن البيت الأباسي كيف كان في تلك المرحلة نعم مع أننا نعيش في زمن المطبخ الأمريكي نعم ما أدري الأثاث الأمريكي وهكذا لكن الحقيقة أن بغداد في القرن الرابع الهجري بغداد في العصر العباسي هي عاصمة العالم ليست فقط عاصمة العرب والمسلمين يعني تجبى إليها ثمرات وكل شيء من ضمن ذلك ما يتعلق بالأثاث ما يتعلق بالبسط بالستائر طريقة بناء البيت بأسلوب يدل على كيف سأقول يعني احترام أهل هذا البيت يعني طبعا أوفى رسالة أوفى رسالة تناولت هذا الموضوع بدقة الرسالة البغدادية لأبي حيان التوحيدي هذا نهض بها المحامي عبود الشالجي بتحقيقات يعني تستحق كل الشكر والتقدير الرسالة البغدادية تمثل هذا البيت البغدادي أو البيت العباسي في القرن الرابع الهجري كيف أن البيت رواقا أو ممرا أو ممشى كما يقول الأستاذ الرافع يسميه ممشى هذا الممر يعد ساتر حتى لا يعني إذا جاء ضيف أو استأذن أحد ما لا يكشف أهل البيت هذا أولا ثانيا ذات الغرف في إيوان هذا البيت كلها تبنى بطريقة هندسية كي أن يتحقق معنى الاستقلال أو معنى الستر أو معنى ماذا نقول أنه مهما جاء من ضيف مهما استقل هذا البيت وحل فيه من أناس يبقى أهل البيت في معزل عنهم يعني طبعا يسلمون عليهم لكن في حالة من الاستقرار أو الاستقلال أنت تنظر في هذا البيت فتجد البسط الأرائك الستائر الفرش كل هذه الحقيقة يعني دلائل وإشارات للحضارة العباسية ولا بد من ذكر أنه القرن الرابع سيطرت بني بويه وبالتالي غلبت العنصر الفارسي يعني أسماء هذه الأشياء هي كانت في ذاك الوقت بمسميات فارسية نعلم أن العصر العباسي تناوب عليه وقت العصر العباسي يقسم من عدة أقسام يقسم من هذا العصر سيطرة الفرس العنصر الفارسي ثم العنصر التركي ثم العنصر الفارسي من جديد القرن الرابع ثم العنصر السلجوقي التركي فيما بعد يعني تجدت علاقات الخلفاء في تلك الفترة بهذه الأقوام من ناحية سياسية الأم أو الزوجة نعم هذا البعد والجند حقيقة يعني انعكس ذلك فيما بعد اللباس والطعام والشراب وأسماء الأشياء هذا من ناحية يعني البيت العباسي باختصار هو يمثل جانب حضاري مشرق في العصر العباسي عكسته الرسائل الفنية بالتحديد الرسالة البغدادي هل يمكن أن نقول كان يجمع مزيج من الحضارات باعتبار أنه عكس فيه لا ريب طبعا طبعا أكيد يعني الطابع الفارسي الطابع التركي أيضا مع الطابع العربي هذا صحيح لكن من جانب آخر يعني ثمت إشارة إلى البعد الروحي أو البعد اللي نقول المسلكي في هذا البيت يعني ليس فقط البناء العمراني الحضارة كما تعلم أستاذ محمد يعني تكون مادية وتكون معنوية الجانب المعنوي مهم جدا الجانب الروحي ففي هذا البيت تجد من الرسائل طبعا مرة أخرى موضوع ومدار البحث حول الرسائل الفنية أنت تجد أن الرسائل عكست جانب مهم وهو الترابط الأسري عندما تقرأ رسائل بديع الزمان الهمذاني نعم هذه الرسائل هذا السفر الرائع جدا المشهور مقامات بديع الزمان الرسائل غير مشهورة ولكنها في غاية الروعة والإبداع لا تقل يعني مكانة أدبية عن المقامات تجد في هذه الرسائل نعم صورة مشرقة عن ترابط الأسري يعني بديع الزمان يكتب لأبيه نعم يكتب لإخوته يكتب لابنه بطريقة يكتب لابن أخته حتى يعني تجد بديع الزمان طرب أيما طربا عندما وجد أن مرضعته على قيد الحياة نعم فكتب كلاما ورسالة لأبيه يعني يوصيه بالإحسان إليها وإكرامها وهكذا هذا نموذج ترابط الأسري نعم تجد على النقيد تماما التفكك الأسري وهذا مثل بأسرة ابن العميد وما حصل فيها من تنازع طبعا ذكر ذلك بحيان التوحيدي في كتاب مثالي بالوزيرين أيهم غذة الآخر الحضارة غذة الترابط الأسري أم الترابط الأسري وهذه اللحمة الاجتماعية غذة الحضارة الحقيقة علاقة جدلية نعم يعني أكيد نعكاس حضارتنا العربية الإسلامية نعكاس هذه الحضارة بقيمها الأب الأم تربية الأبناء كان له أثر كبير الآن جاء فيما بعد المسلك الحضاري ونعكس بالرسائل الفنية ونقل إلينا فيما بعد سواء كان الترابط الأسري أو كان التفكك أسرة ابن العميد أو كذلك أسرة ناصر الدولة وابنه أبو تغلب وكيف انقلبوا عليه كل ذلك غذته الرسائل وأبانت عنه كيف كانت مكانة المرأة في تلك في ذلك العصر القرن الرابع الهجري نعم أيضا تنقسب إلى قسمين نعم المرأة في العصر العباسي قدمت لنا الرسائل الفنية صورتين الصورة الأولى صورة الرائعة نعم الصورة الجميلة يعني مثلا مديع الزمال همذاني برسائله يعني عندما تكلم عن ابنته هذه الطفلة الصغيرة فتكلم كلاما جميلا قال يعني حببت إلي العيش وسلت من رأس الطيش كان كلاما رائعا وكذلك عند بعض الرسائل تنقل وضع المرأة عندما أصبحت عروسا وزفت إلى زوجها وكيف أنه وصفوها بوصف بارع وجميل حتى قيل سميت بتلك الرسالة الوديعة نعم وقيل هذا اللفظ أن تسمى المرأة بالوديعة يعني صونا واحتراما وحبا لها وانتقالها من بيت أبيها إلى بيت زوجها قالوا هذا الوصف نصف البلاغة بعض الأدباء والنقاد قديما وليس حديثا يعني كانت مكانة كريمة للمرأة يعني هل يعني هل يعني وسدت لها مسؤولية معينة هل كانت المرأة يعني في مراحل ما قبل عصر عباسي كانت هناك طبعا نسمع أنه النساء يعني يعني لها بصمة في المشهد الثقافي أو الشعري حتى بعضهم كان لهن صالونات هناك من من الشعراء والعدباء من هي أم هذه الصالونات هل ورد في العصر العباسي أن هناك من النساء من يعني تحملت مثلا وصلت لها مسؤولية من قبل الدولة أو أنها مارسة دور مثلا يعني أن تقيم صالوناً أدبياً ثقافياً أنه تحضر مجالس الأدباء أو المجالس السياسية أو المجالس العامة هل حدث؟ هل ورد من هذا النوع عن المرأة في تلك الفترة؟ يعني لا ريب أن هذا بالعصر مثل العصر العباسي على هذا الامتداد خمسة قرون وتوزع هذا العصر بأحداث سياسية متعددة ويقول ماذا شواهد ثقافية شعرية وأدبية قطعاً موجود لكن الأسف الشديد أن بموضوع الرسائل الفنية تحديداً والحديث حول القرن الرابع الهجري ليس هناك أي شاهد على ما تفضلت به أنا قلت أنه صورة المرأة على قسمين يعني قسم إيجابي هذا القسم كان مثلاً به المرأة طفلة المرأة عروساً كما قلت أنها وديعة نصف البلاغة هكذا وصفهم لها بأنها وديعة بالشق الآخر الأسف الشديد كان سلبية يعني إذا نظرت أنت الآن تنظر بمدونة الرسائل في القرن الرابع الهجري يعني ما وصلنا من رسائل لا تجد أي مدونة مستقلة لمرأة وهذا يعني واضف تغييب تغييب الأذب النسوي نعم يعني كان هم كما يقول كثير من الباحثين ينظروا المرأة نظرة دونية نعم ولذلك لم يصلنا أي مدونة رسائل لها بل أنا أزيدك حتى مستوى الرسائل يعني رسائل فنية نعم لم يصلنا من المرأة يعني إطلاق إلا ما ذكره الأغاني من رسائل في الحب والعشق وكذا وأنت تعلم أن كتاب الأغاني عليه كلام كثير ورحم الله الأستاذ وليد الأعظمي بكتابه السيف اليماني نعم فليس حجة وأنا محتج به حقيقة نعم بكتابي يعني معروف مثلا الخنساء أدركت الإسلام وكتبت الشعر من قبل الإسلام بعد الإسلام معروف طبعا يقال أن يذكر أن سكينة بنت الحسين كان لها يعني سالون أو يعني أدى به ثقافي ليلة الأخيلية في العصر الأموي أيضا كانت شاعرة ولها لها باع في هذا الميدان العصر العباسي على يعني زهوه ووجهه الحضاري الناصة لم يردن من خلال بحوث الباحثين أن هناك امرأة شاعرة كان لها صدة هل ممكن أن تكون هناك مثلا نساء شاعرات أو أديبات وربما الباحثون بقصد بدون قصد يعني يعني أزدر الستار على هذا الجانب أم أنه لم يكن هناك أي أثر لهذا الجانب لك الشكر لهذه الملاحظة الذكية هذا موضوع بحث حقيقة يعني لا أظن أن باحثا منصفا سيغفل أمرا ما يعني أي ظاهرة لا يغفل ذلك يعني يطرح هذه القضية اتفق أو اختلاف يطرح هذه القضية في ذاك العصر فلا أظن أن باحثا منصفا يعني يغفل ذلك أما هل أما هل هناك نماذج لشاعرات عباسيات أنا لا أستعبذ ذلك إطلاقا وهذا موضوع بحث أن نبحث ويزداد هذا البحث أكثر فأكثر حتى نصل لإجابات لهذه الأسئلة ربما تعقيب صغير أنا لا أحبه لكن هذا لا أحب هذه النقطة لكن هذا الواقع يعني الله عز وجل وصف حال الجاهليين فقال وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أي يمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمه للأسف هذه الصورة الجاهلية تنطبق على غير واحد من الباحثين أو عفوا الأدباء غير واحد من أدباء أو الكتاب في القرن الرابع الهجري وأبرز هؤلاء الذين رسموا صورة سوداوية للمرأة أبو بكر الخوارزمي نعم يعني في مدونة رسائل الخوارزمي كثيرا ما كان ينقص من حق المرأة ومكانتها والأسف هذا نعم مظهر حضاري سلبي نقلته رسائل خوارزمي لم يسبق لباحث أن تناول هذا الجانب أنت من خلال إعداد هذا الكتاب أكيد مرت ببحث كثيرة ومرت بمعلومات ومعلومات ويعني جانب معرفة حول هذا الموضوع يعني لماذا لم انفترضنا أنه لم يتم تصليل تضوع على هذا الجانب من قبل باحث ما لماذا لم يصل تضوع على هكذا موضوع من قبل الباحثين موضوع المرأة الشائرة أو المرأة الأديبة في العصر العباسي أسمع الإجابة بعد الفاصل معذرة فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفي لهذه الحلقة الباحث الأكاديمي العربي من الأردن الدكتور علاء الدين زكي رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في كلية الآداب جامعة الزيتونة الأردنية أعود لك دكتور علاء كنت سألتك يعني هل يعني إذا افترضنا أنه لم يسبق لباحث أن يعني خاض في هذا الموضوع موضوع المرأة الأديبة أو الشاعرة في العصر العباسي لماذا لم يصلت ضوء على هذا الجانب من قبل الباحثين هو الحقيقة ثمت دراسات كثيرة تلاولت الشاعرات العباسيات هذا موجود لكن تحديدا موضوع الصالون أدبي مثلا وتحديدا الرسائل الفنية أنا مرة أخرى مدار البحث الذي قدمته ليس هناك أي شاهد أنا أقول ربما ينقص أو أن ينقص هذا الباحث المصادر المراجع التي تفي بهذا الغرض ليس أكثر لكن إذا كان باحثا يعني مجدا قطعا سيصل لإجابات حول هذه النقطة توصلت إليه في بحثي عدة أمور من ضمنها النظرة الدونية للمرأة للأسف هذا كان موجود مرة أخرى أقول عبر الرسائل الفنية اعتبار ما ليست أهلا لأن يحفظ أدبها وشعرها وهكذا وبالتالي استم الإغفال يعني عفو الأستاذ على قضية التهنئة بالمولودة الأنثى تعلم الرسائل تكتب لمناسبات اجتماعية كالتهنئة بمولودة الأنثى هذه التهنئة في المولودة البنت تدرج ضمن باب في الأدب وحتى كتاب للثعالبي تضمنت الرسائل هذه التهنئة موجود نعم لكن أين أدرج هذه الرسائل أدرجت في باب تحسين القبيح في كتاب للثعالبي تحسين القبيح وتقبيح الحسن انظر التهنئة بالمولودة البنت أين وضع هذا في باب تحسين القبيح يعني ابتداء عن المرأة القبيحة هكذا يرى هؤلاء الأصحاب الأخلاق الجاهلية حقيقة فبالتالي صارت تهنئة بها هو ماذا هو تجميل ما هو قبيح لأسف الشريط نعم نتحدث عن علاقة المثقف بالسلطة غالبا معروف أنه في مختلف الأزمنة دائما العلاقة بين المثقف والسلطة علاقة غير إيجابية في الغالب هناك عدم ارتياح هناك نفور هناك عداء هناك هناك بدي أن أتحدث عن علاقة المثقف بالسلطة في القرن الرابع اللي يجري جميل الحقيقة أن هذا يرجع لهذا المثقف يعني كم هو يحترم عقله كم يحترم عقله كم يحترم ذاته كم يحترم فكره وأدبه وشعره فبالتالي هو مقدار الاحترام علاقة ترضية مقدار الاحترام يزداد البعد عن من يجبره على قول ما لا يريد قوله ومقدار عدم الثقة بالنفس وهكذا وعدم احترامه لذاته يبدأ ماذا؟ ينصاع للآخر ويتراجع فيما يكتب فيما يقول على أي حال في القرن الرابع الهجري تتوزى هذه النظرة إلى ثلاثة أقسام وسبحان الله ضمن هؤلاء الكتاب أنفسهم وضمن رسائلهم يعني أنا أقول ما تقوله هذه الرسائل يعني أوجز الموضوع أنت تجد العلاقة الوئام والعلاقة الاتحاد التام بين المثقف والسلطة مثل بوزيرين الصاحب بن عباد ومن العميد هؤلاء طبعاً كبار الكتاب في العصر العباسي نعم هؤلاء يعني هم المثقفون وهم السلطة في الوقت نفسه تارة تجد العلاقة متذبذبة يعني ما بين بحبوحة أو راحة أو هكذا وتضييق وسجن وإرغام لهذا المثقف وهذا مثل بكاتبين كبيرين أبو إسحاق الصابي وأبو بكر الخوارزبي توزعوا ما بين العلاقة الوطيدة بالسلطة أو ثم انقلبت عليهم السلطة وهكذا ثمت كاتبان آخران هؤلاء كانوا على النقيض من السلطة تماماً وهم بديع الزمان الهمذاني نعم وأبو حيان توحيدي ففي كل ما كتبوا أني أبو حيان توحيدي مثلاً ارتبط بخمسة وزراء ولم يجد حظاً عند أي منهم نعم لها عوامل كثيرة أبو حيان توحيدي بحد ذاته هو يعني قامة شامخة وعلامة على القرن الرابع الهجري خمسة وزراء ولم يفلح بشيء لم يلحظوا إطلاقاً ما أسباب الخلاب بين أبو حيان توحيدي والسلطة في تلك الفترة أسباب كثيرة الرجل قوي نعم واثق بنفسه بكتاباته قوة هل كان يهاجم السلطة في تلك الفترة هل أثبتت أن هناك وثال هناك رسائل نعم عندما انصرف أبو حيان توحيدي من مجلس نعم أبو الفتح ابن العميد هذا ابن ابن العميد أبو الفضل بن العميد الأب الوزير المشهور فيما بعد جاء ابنه أبو الفتح ابن العميد نعم وهو بالمناسبة أنه وفد إلى ابن العميد وإلى ابنه أبو الفتح ابن العميد وكذلك إلى صاحب بن عباد بالنهاية أصدر مثاله بالوزيرين وهذا لم يترك شاردة ولا واردة طيب يضاف إلى ذلك أمر لابد من ذكره وإن كان هذا منظر حضاري سلبي سلعته بعد قليل لكن استباق التوحيدي كان سنيا وهناك أدلة تثبت ذلك نعم رسالة السقيفة التي كتبها أو يعني أنشأها على لسان الصحابة الكرام نعم فهذا كان سبب لأن يقصى من بلاط ابن العميد أو بلاط صاحب بن عباد وإضافة كما قلت أنه قوته وأن هذا الرجل ليس برجل اللين أو المستكين أو الضعيف الذي يعني يجلب إلى أي بلاط لا هذه القوة كانت حائل بينه يعني هذا كان يشاهد السلطان أنه ربما أنه يستقطب الناس أنه حوله طبعا طبعا سنأتي فيما بعد أني إذا أحببت لما يتعلق بالمجالس الأدبية فكان يستخطبون هؤلاء الكتاب والشعراء نعم هذا كان موجود لكن هو كان يأبى ذلك حتى بالنهاية أخرق كتبه كما هو معروف يعني أي نقم على المجتمع ألف رسالة الصداقة والصديق نعم وأصبحت نقمته ليست على الطبقة السياسية فقط بل ينتقل المجتمع بأسره وقال بمقدمة هذا الكتاب يعني أعلم أنه ليس هناك صداقة ولا من يعتد ولا من يعد صديقا نفى ذلك في البداية يعني نعم يعني كان له مجلس أدبي يجمع الأدباء أو الهيان التوحيدي لا أنا قلت أن السياسيون بذاك الوقت كان لهم مجالس سيف الدول الحمداني ابن العميد الصاحب بن عباد الوزير ابن سعدان كل هؤلاء كان لهم مجالس فهذا مظهر نضج فكري وثقافي لا شك لكن أبو حيان التوحيدي نموذج المثقف الذي تمرد على السلطة نعم نعم فلم يكن بذاك الشخص الذي من السهل أن ينضوي تحت جناح يعني سياسيما يعني التمرد ممكن هل يعني ممكن يعني إذا أردنا أن نصلت الضوء على موضوع التمرد أبو حيان التوحيدي على السلطة نعم هل نابع من من حقيقة دينية هل نابع من من يعني نوازع فكرية هل يعني ما أسباب نفور أبو حيان التوحيدي من السلطة في تلك الفترة يعني لا شك أنه التوحيدي يمثل قام فكرية مستقلة نعم في كل ما كتب فمرة أخرى هو لم يكن ب يعني في هذا المثقف المثقف الممتلئ نعم المفكر الممتلئ نعم يعني لا يستوعب بسهولة هذا ما حصل تماما صعب صعب المراس أن ينصع للسلطة نعم صعب لم ينصى حقيقة هو لم ينصع لأحد وبالتالي قضى عمره حضرتك ناولت في الكتاب مظاهر يعني مظاهر الحضارة الفكرية في ذلك ذلك العصر في القرن رابع الهجري أريد أن أتحدث عن حالة النضج الفكري في ذلك العصر كيف كانت كيف كتب عنها عنها الباحثون جميل يعني الرسائل الفنية عكست هذا يعني بشكل واسع بشكل دقيق يعني على مستوى الحديث عن القلم الحديث عن المحبرة الحديث عن المداد الدوات الخط وأنواع الخط العربي طريقة الكتابة كل ما يتعلق به هذا يعني آلة تدوين الفكر هذه الكتابة كل خاضوا فيه أي ما خوض وكان كثير منهم كبار الكتاب يعني أبو حيان التوحيدي كان خطط له رسالة رسالة في علم الكتابة هو كان بحكم عمله بالوراقة كان خططا موهوبا ورسالته تعد يعني وثيقة حضارية وأكيد على التقدم العرب بذاك الزمن بهذا الفن وجماليات الخط العربي كذلك كان أبو إسحاق الصابي أيضا كاتبا وكان يعني مبرزا في هذا كذلك الصاحب بن عباد أيضا وابن العميد كانوا يعني هم أصلا سبحان الله هم قوم موهوبون يعني عندهم موهبة بالرسم موهبة بالخط موهبة عقلية كل العكس فيما بعض بالسجع والجناس والمحسنات البديعية بصورة عامة مثلا عندما كان تصل الرسالة إلى الصاحب بن عباد يرسل قابوس بن وشمكير ملك جرجان يرسل الصاحب بن عباد رسالة يأخذ الرسالة الصاحب بن عباد يتأمل ينظر ثم يقول هذا خطه قابوس أم جناحه طاوس من شدة الإعجاب بهذا الفن وهذا بحق يعني أنه مشهد حضاري إيجابي لابد من التوقف عنده أضيف لذلك مظاهر نضج فكري وثقافي المجالس الأدبية المجالس وإن كانت تعقد يعني ضمن هيئة أو سلطة سياسية راعية الوزير المهلبي كان له مجلس خاص الصاحب بن عباد ابن العميد الوزير ابن سعدان كل هؤلاء سيف الدول الحمداني هذه مجالس أدبية استقطبت كبار الكتاب والأدباء والموسيقاريين والفنانين وهكذا حتى الفلاسفة وهكذا فكان له أثر حضاري كبير ونعكس هذا فيما بعد على كتابة الرسائل الفندية قضية المكتبات الخاصة والعامة أيضا كان له دور كبير يعني على سبيل المثال تنقل الرسائل الفنية مراسلة سرية جرت بين المرزبان أحد الكبار المسؤولين بذاك الوقت أرسل رسالة سرية للصاحب بن عباد أن يقدم إليه يستقطب هذا الأديب والمثقف والسياسي المشهور اعتذر الصاحب بن عباد رفض ما سبب الرفض لماذا رفض وهذا مثبت بالكتب وهذه على فكرة رسالة فنية لكن قصيرة ولكن سرية أيضا ثم نقلت فيما بعد قال مكتبتي وحدها مكتب وحدها تحتاج أربعمائة جمل كي تنقل فكيف سيهرب سرا إلى هذا المسؤول ممكن نتحدث عن الترجمات في ذلك الفترة طبعا الفتوحات العربية الإسلامية في ذلك الفترة كانت واسعة جدا ودخلت أمم أخرى إلى حاضرة الدولة العربية الإسلامية وهناك طبعا هذه الأمم فيها من هم مفكرون وهم أدباء وكتاب وعلماء وفلاسفة نسمع من خلال القراءات أو نقرأ من خلال البحوت وما نقل لأن هناك ازدهرت الترجمة في مرحلة العصر الأباسي نقل ما كتب في اللغات الأخرى إلى اللغة العربية وبغداد كانت زاخرة بهذا الموضوع بدي أن صلط الضوء بقدر معين على هذا الجانب هذا يعود إلى عصر التدوين نعم ونقول مثل قرن الثاني قرن الثالث الهجري نتكلم عن خلافة المأمون وكما هم معروف بإعطاء وزن الكتاب ذهبا لمن يترجمه وهكذا لكن فيما يتعلق بالرسائل الفنية بالقرن الرابع لم أجد في حدود ما قرأت وما علمت بالمناسبة دراستي مشرقية يعني الرسائل الفنية في القرن الرابع الهجري في المشرق العربي ما يتعلق بترجمة الكتب لم أقف على هذا بمراسلات تتحدث عن هذا الموضوع لكن قطعا القرن الرابع يعني هل توقف العمل فيها فيما بعد قطعا لا لا قطعا يعني لم يتوقف على الترجمات والاقتباس للأمم الأخرى ما توقف إطلاقا لا يتحدث عن إنعكاس ذلك بالرسائل الفنية مدار البحث لا لم أتوقف على ذلك الرسائل ماذا كانت تتحدث ماذا تتحدث عن هذه المجالس التي قبل قليل ذكرتها حضرتك المجالس السياسية الأدبية لهذه الشخصيات ما الذي كان يدور في هذه المجالس هل كانت القصيدة كان الحديث السياسي شؤون الدولة ما الذي كان يدور في هذه المجالس هذه المجالس أو الصالونات الأدبية اسمها ما شئت نعم يدور فيها يعني كل ما يتعلق بالفكر والثقافة يعني يطرح فيها كل شيء نعم هذا في حدود ما أعلم لم تكن مجالس مختصة بالفقه مثلا نعم أو مختصة بالأدب وحده لا يعني قلنا أنه قلت الرسائل يعني لم تصلت الضوء في هذه المرحلة في هذا العصر على موضوع الترجمة أكيد في مرحلة المأمون في العصر القرن الثاني الهجري أنه كان هناك اهتمام بهذا الجانب بدي أن ننتقل إلى موضوع آخر وموضوع التسامح الديني في القرن الرابع الهجري أنه يعني رافق هذا هذا النضج الفكري الحضاري تسامح ديني في تلك المرحلة بدي أنه حضرتك أنت تناولت في هذا الموضوع في هذا الكتاب بدي أن يعني تصلت الضوء على موضوع التسامح الديني في تلك المرحلة نعم الحقيقة هذا الموضوع يعني طرقته الرسائل الفنية وأبدعت في تقديمه وأفاضت حول الكلام عن التسامح الديني الأمثلة كثيرة بذلك رسائل فنية أو رسائل عهود مثلا رسائل سياسية كتبت في حفظ حقوق أهل الذمة رجالا وشيوخا وأطفالا ونساء حفظ ما يأخذ منهم من مال أن يكون بمقدار محدد دون أي زيادة دون أي إذاء لهؤلاء القوم فهذا كان أمر يعني يحسب بمظهر حضار إيجابي في القرن الرابع الهجري من العصر العباسي وعصر العباسي عموما الرسائل الفنية نقلت أيضا أمر مهم وهو رسائل أبي إسحاق الصابي إن هذا الرجل كان صابئيا يعبد الكواكب والنجوم وهكذا ولكن إطلاقا إطلاقا لم يقصى ولم يستبعد بل فيما بعد أبو إسحاق الصابي أصبح رئيسا لديوان الرسائل يعني بمنزلة وزير ثقافة بذاك العصر طبعا رغب الخلفاء والأمراء بأن يسلم هذا الرجل أحب له الخير لكنه رفض فلم يجبره أحد على ذلك أبدا يعني كان يمارس دورا إداريا سياسيا في الدولة في تلك المرحلة طبعا كان هو على رأس ديوان الرسائل ترقى إلى ذلك أبو إسحاق الصابي صحت له صحبة الشريف الرضي وكان بينه دارة مراسلات شعرية ونثرية يعني رائقة جدا والغاية في البلاغة والغاية بالإتقان ولكن حكست مرة أخرى نموذج لتسامح الديني يعني هذا صابي نعم وطرف الآخر ماذا من آل البيت الشريف الرضي لكن علاقة حميمة حتى بعدما مات أبو إسحاق الصابي رثاه الشريف الرضي بأعذى بالكلام وهذا مثبت بالكتب يعني الموضوع الأهم من ذلك موضوع علاقة أبي إسحاق الشريف الرضي هو أن تسند وظيفة إدارية في دولة يعني طابعها إسلامي نعم لرجل أو لشخص ليس مسلما يعني إذا افترضنا كما الآن تشاع هذه الحملة ضد الإسلام إنه الإسلام قصائي الإسلام تهميشي الإسلام يحمل وغينة أو عداء تجاه الأديان الأخرى يعني هل ورد أنه هناك من اعترض مثلا هذا الرجل الصابي كيف تسند له وظيفة إدارية في حدود ما قرأت إطلاقا وفي حدود ما أعلم لم تثبت لنا أي رسالة فنية اعتراض أو رفض ذلك إطلاقا ونحن أصحاب شعار لا إكراها في الدين نعم فبتقديري هذه الاتهامات هي من الآخر العدو العدو الذي يريد أن يصمنا ويصم حضارتنا بصفات سلبية الشاهد يثبت والواقع أنه المسلم احترم غير المسلم بشتى الميادين سواء كان إدارية أو فكرية أو ثقافية أو غير ذلك هل كتب المستشرقون عن هذا الجانب؟ ممكن آدم مدس الحضار الإسلامي في قرن الرابع الإجري ذكر نهاية الكلام طيب طالما أنه هذا العصر وهو طبعا معروف أنه أقوى عصور لا قطعا والديورا قصة الحضارة فيك قطعا كتبه لكن ليس جواب دقيق طبعا صلت على موضوع الحضارة وموضوع الرقي لكن موضوع مهم جدا هو موضوع تسامح الدين أنه هناك الآن حضرتك تعرف أن هناك هجمة شعواء شرسة بغيظة تجاه الإسلام ودائما يوسم الإسلام الآن والعرب الإرهاب كل حادثة فيها قتل أنه اعتداء مسلح مباشرة ينبري الإعلام والإدارات السياسية أنه هذا عمل إرهابي عدواني إسلام وراء إسلام وعرب لماذا لم نستطع أو لم يستطع الباحثون العرب أن ينقلوا هذه الصورة المشرقة للألفة والتسامح الديني لتلك المرحلة للأمم الأخرى والله لعلي أكون قد أسهمت في شيء من هذا عبر الحديث عن تسامح الديني في القرن الرابع الهجري أما الحقيقة حول قضية أنه اتهام المسلمين بالإرهاب وكذا أنا أقول أنه من عنده نقص من عنده خطأ ممكن أفضل طريقة كي يحارب نقصه وضعفه أن يوجه اتهام ما يعيشه ما يعيشه من نقص وخطأ يوجهه للآخر نعم هكذا من باب أقوى وسيرة للهروب والهجوم فيوجهون إلينا هذه الاتهامات لكن الحقيقة والواقع أن هذا الآخر هو الذي يحتل وهو الذي يقتل وهو الذي يرهب في العالم أجمع وليس المسلمون يعني غالبا ما يرافق الازدهار الحضاري الاجتماعي الحضاري الفكري هناك ازدهار علمي ودي أن أتحدث عن ما عنه موضوع علمي بحث وهو ازدهار الطب في تلك المرحلة نعم هذا نعم مبحث لطيف نقلته الرسائل الفنية نقلا جميلا يعني وصل إلينا عدة رسائل تتناول بعض الأمراض وتشخيص هذه الأمراض يعني مثلا كتبت رسائل بوصف مرض الجدري ووصف دوائه ووصف كامل ما يعتري الإنسان من أعراض وبالتالي ما يحتاجه من دواء وكذلك ما يتعلق بمرض المعدة ودواءه المهم أن هناك حالة ازدهار يعني هذه الرسائل أثبتت هذا الأمر يعني هذه الرسائل تحدثت عن هذه الرسائل نعم وإن كان كتابها أدباء ليسوا أطباء نعم ولكن هم طبعا أنت تعلم بذاك الزمن طبيعة الثقافة تكون موسوعية نعم يعني هو نعم أديب ولكن ماذا نعم إن عنده جانب من الطب نعم نعم يجمع عدة أشياء فكان هؤلاء الكتاب هم كتاب وعندهم المام بجانب من الطب نعم فكتبوا هذه الرسائل كما قلت مرض الجدري مرض المعدة وغير من الأمراض والحقيقة هذا مبحث لطيف يعني نحتاجه بزمننا المعاصر هو أن اللغة العربية قادرة نعم أن تتناول جميع الموضوعات العلمية باللسان عربي مبين يعني ما يتعلق بالدراسات الهندسية الدراسات الطبية وهكذا نعم فالحضار نقلت لنا كتب كثيرة بالطب والهندسة والرياضة كلها باللغة العربية باللغة العربية نعم وجاءت الرسائل الفنية شاهد صدق على ذلك إنه هذه رسائل أدبية بلاغية وصفت المرض وصفت العلاج أدق الوصف شكرا لك الباحث الأكاديمي العربي من عدن الدكتور علاء الدين زكي رئيس قسم اللغة العربية وآدابها في فلية العداب في جامعة الزيتونة العدنية شكرا لك شكرا نزيرا حفظكم شكرا لك شكرا لك أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتعب ودعوكم التواصل مع باقي فقرات البرنامج شكرا لكم 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 في ختام هذه الحلقة شكرا لكم حسن المتابعة ودعوكم التواصل مع باقي حلقاتنا من برنامج فضاءات حتى ألتقيكم في حلقة أخرى من برنامج فضاءات أستوديعكم الله والسلام عليكم